موسيقى مشاهدوك يبيسي العزاء أهلا بكم في عدد جديد من نقطة الضوء أصدقكم القول بأننا عندما فكرنا في استضافة ضيفنا اليوم كان ذلك من باب إجراء معاينة أو معاينة خبير للإعلام الجزائري كيف بدأ وإلى ماذا انتهى لكن الزلزال الأمني والسياسي الذي ضرب العالم مؤخرا جراء العمليات الإرهابية البشعة والجبانة التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس فرض علينا أن نحيد قليلا عن هذا الموضوع مع ضيفنا اليوم سنحاول أن نفكك موقع الإعلام في هكذا محطات محطات تطرح فيها عديد علامات الاستفهام حول دور الميديا التي تجد نفسها عن قصد أو عن غير قصد في قلب الحدث من اتهامات بالتعتيم عفوا وأخرى بالتضخيم بين اتهامات بالحياد الجبان وأخرى بالتواطئ المقيت لم نجد أحسن من ضيفنا اليوم من أجل مناقشة هذه الإشكالية المعقدة فباعه في المهنة طويل منذ أن التحق بوكالة الأنباء الجزائرية سنة 1964 قبل أن يتقلد فيها أعلى المناصب رئيسا للتحرير ومديرا للأخبار ومديرا لمكتبها في عاصمة العالم واشنطن حيث قضى أربع سنوات وأخيرا مديرا عاما هذا المصار الحافل والطويل انتهى بضيفنا إلى وزارة الاتصال ضيفنا اليوم اشتهر أيضا بهواه الإفريقي حيث ربط علاقات ضيقة جدا مع العديد من زعماء القارة الذين حوارهم وتواصل معهم كما اشتهر أيضا بعلاقاته الجيدة مع أهل المهنة في قطاعيها العام والخاص السيد ناصر مهل أهلا بك في نقطة ضوء شكرا شكرا كما يطيب لي أن أرحب بالزميل حافظ صواليلي رئيس القسم الاقتصادي بيومية الخبر والمطلع الجيد على هذه الإشكالية وكل ما يدور في فلكها حافظ أهلا بك شكرا كما قلت في المقدمة السيد ناصر مهل الإعلام يوجد اليوم في قلب الحدث نطرح لك سؤال بسيط قصير مركز ومباشر هل يمكن أن نقول اليوم بأن الجماعات الإرهابية انتصرت إعلاميا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أصرف المرسلين شكرا على هذه الاستدفاء هل الإرهاب نجح في النوعا ما ولكن الآن الشيء الذي نشاهده فيه أن الرأي العام يعني في العالم كله الآن يعني بداية تغير بداية تغير جدريا لأن الإرهاب اللي كانين مثل العرب أو المسلمين ما كاش عنده يعني ناويبا ديكو في العالم كله ولكن الآن الإعلام بداية يضرب في العواصم الغربية ولهذا الاهتمام على كل الوسائل الإعلام وخاصة التلفزيون يعني أعطاء أهمية للأشياء اللي توجد عنده واللي تقدر تخلق يعني خطر بالنسبة للأمن والاستقرار بتاع أوروبا في سبيل المثال إذا كان نتكلم ببرك على قضية باريس الآن كيف نتعامل مع هذا الواقع يعني لازم أيضا نجند نفسنا نحن كجزائريا نتكلم لأن الخطر الآن رأي شامل سيكون مناس غلوبال با كونسيقان يفو كونس بريبار نوجو سي يعني أفور الغيالي تنفاس لازم نشوف ما هي الأسلوب الملائمة باش نواجه هالتحديات كلها سيدي ألا تعتبرون أن اليوم تحدي الرقمي فرض النمط الجديد وتحدي جديد على الإعلام بحيث أن المعلومة تصل وإن كان هناك رغبة مثلا في حجبها أو تجاوزها الآن الجماعات الإرابية والجماعات المسلحة تستعمل تكنولوجيا الرقمية وشبكات التواصل لإيصال رسالتها الإعلامية حتى وإن تجاوزت الأساليب التقليدية لرسال الإعلام صحيح الآن الشيء اللي شاهدنا هالأيام كان فيه تديدات من هذا فرقة أنينا مغز هذا سوكي لوت كونتر سوكي سيدي دي هاكرز يعني قراسين الانترنت يعني حتى هذه الجماعة يعني جندت وقالت بل كل هذه المواقع الإرابية راح نسكتوها ولكن في نفس الوقت خلقت مشكل لأن بعد أجهزة المخابرات بل أن اليه Ellis أع 저 محق بحث ذات أجهزة المنفت لكن الاجهزة egenra قرام قرام پئونا سو지만 تغيير ملتعي هذه المتعلقة للمتعارة أو المتعارات المتعارة للمتعارة أهل موجودًا لكنه يجب أن يكون هناك من الفي يجب أن نفسنا أيضًا أن نكون كلنا جميعنا أفضل أفضل في هذا الشمس لتتقوم بشكل هذه المتعارة تروريسة سيدنا سرميل و أنت القبير بها الموضوع كين جانبين في هذا المجال كين جماعات إرهابية تجيد استغلال الوسائل التكنولوجية وسائل الاتصال الجديدة في البروباغوندا التحف في تحضير العمليات في الترويج العمليات وفي المقابل هناك وسائل الإعلام التقليدية تحت الدول تحت الخواص وسائل الإعلام المعروفة سمعية بصرية صحف في الأخير تتهم اليوم من طرف الكثير من الجهات بالتواطع نصح التعبير مع أجهزة في السلطة مع أجهزة المخابرات متهمة بالتضخيم متهمة بالمشاركة في مؤامرات تعرف باليكين أصحاب نظرية المؤامرة لا تشوف حتى الجماعات الإرهابية سابقة في استعمال التكنولوجيا ولكن وسائل الإعلام التقليدية متأخرة في مجال المصدقية حيث قليل الآن في العالم من باقية يصدقها أنا معاك في الطرح ولكن لازم نفهم حاجة كل واحد في العمل تعوي كل واحد في الصلاحيات تعوي كل أجهزة الدولة أو أجهزة الإعلام الوطنية أو خارج الوطن ولكن نتكلم على الأمور داخل البيت إذا سمعت داخل البيت لازم نضبط أمورنا وأنا معاك فيما خص الخبر هذا دائما المشكل المطروح يعني كلاكسي وسورس يعني كيف نوصل لعنصر الخبر إلي تيبوزي منذ سنوات يعني قادية يعني مش مشكلة اليوم ولكن موجود منذ سنوات وعشرات سنين وهو أحد المطالب بتاع الصحفيين أحد المطالب بتاع الصحفيين وحتى داخل القانون تاع 2012 يعني دخلنا مدى فيما خص هذا الأكسي أحد المطالب بتاع الصحفيين وكيف نعالج أمورنا لما تكون حدثا مثل هذه إن شاء الله ما تكون جعنا لأننا عشنا ما عشنا كفنا ولكن في كل دون توتل الزيتاب يعني كتاع الاتصال لازم نحضر نفسنا بور أنفورمي مبيع أنفورمي بسك في الوقت اللي نفورم بيا في الوقت اللي يعني كنحصل على مصداقية مصداقية الأخبار مصداقية المعلومة التي تعطيها للصحفيين كانوا تلفزيون أو صحافة مكتوبة أو إدعاء ولا هذا كل وقت لأننا ربحنا يعني تقريب نص المعركة بعد تبقى معركة القناعة معركة التعامل يعني كليومي ما بين أجهزة الدولة والصحفيين خارج من هذا الدعاية المترجم للقناة فوشياء الإعلام c'est d'abord un visage الإعلام c'est d'abord un numéro de téléphone, c'est d'abord un contact فمني nous n'inventons pas le fil à couper le beurre mais la communication moderne aujourd'hui répond à d'autres paramètres qui font 15 semaines la promptitude numérique ce que j'appellerais la rapidité numérique nous ne faisons pas pas un fax nous nous devons être utile l'époque du fax est terminée il y a une époque numérique il y a une époque du contact il y a une époque du briefing il y a une époque سمassons-li des choses qui s'agissent et s'agissent par exemple c'est une relation par exemple entre le texte et l'homme et l'homme اللي ينتج الخبر ما هي حدود مسؤولية الإعلام وهل كل معلومة يجب أن تنشر أو تذاع لأن لاحظنا أن هناك جدل وهناك أيضا انتقاد لوسائل الإعلام تنساق حتى في تقديم خدمة لمثلا مجموعات مسلحة ومجموعات إرهابية وتقدم لهم إشهار مجاني عبر استنساق الأخبار التي تذاع أو تنشر من قبل هذه الجماعات وهي بالتالي تقدم خدمة لها مجانا عبر وسائل إعلام متعددة شوف في الحقيقة الإعلام ككل والمهنة الصحافية في المقدمة كتنساق الأخبار مجانا عبر وسائل إجتماعي حدث هذا في فرنسا بعد عملية شارلي بدون هذا هو سراتي يعني شاهدناه نحن عبر في الزائر ونكفي في العالم كله يوجد هذه أكسبريانسة أكثر من أجل لذلك نتكلم عن هذه العلاقة يتكلم عن مشاعري والمجاني عبر وسائل إلي إجتماعي يجب أن يكون هناك من أجل وفرما يكون هناك من أجل يجب أن يجب أن يكون هناك من أجل يجب أن يت Bamagé يجب أن يكون هناك من أجل وليس بس أجل واحدة من داخل وليس يجب أن يكون لديك من أجل الهرفانية. الذي يدرس الله أيفرسكي من تجاه تحقيقه ممنوع التحقيق ويطرر المعجمين ليس لهذا لكنه يمكنك عمل موقع التعليقات d'informations et le récepteur d'informations أنا في رأي je crois qu'à travers l'expérience que j'ai vécue longuement il nous faut changer nos paradigmes qui sont حقيقés في نفس الاتجاه سيد نصر مهل في إطار ضرورة التغيير الذي كنا نعتقده إلى وقت قريب هو نعتقده من الثوابت مثلا نعتبره بالإعلام في الغرب في فرنسا في بريطانيا في أمريكا نعتبره هو النموذج الذي النموذج في المصدقية النموذج في الاتزام بإخلاقية المهنة بقواعد المهنة وغيرها اليوم المتلقي أو المستهلك المستهلك المعلومات يقول بأن هذا الإعلام الغربي الذي أنتم تقتدون به ما عدت عنده حتى مصدقية بدليل أنه يتعامل يتعامل بطريقة الكيل بمكيالين كلما يعني القتلى أو الضحايا في باريس واللي هما ضحايا ويجب أن نعتبرهم كذلك ويجب أن نحترم يعني ذاكرتهم لكن يعتبرهم وكأنهم سير سير فيكتيم والضحايا في غزة وفي إفريقيا باقي المددان العربية والإفريقية والإسلامية وكأنهم دي السوفيكتيم يعني هل ألا ترون بأنه حنايا من الضروري أن نتوقف عن اعتبار هذا الإعلام الغربي هو النموذج الذي يجبه أن نحتدي به هذا هذا رجع لكل الإعلام العالمي ككل يعني 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 يحدث مع accent والإذن البرحاد وعشر المترجم الواقع الغربي الذها가 عن عمل هرا عن الاقساط les approches sont totalement différentes يعني que l'éclame الغربية مبني على أش على المصارح التعو مبني على المصارح السياسية, الاقتصادية الإجتماعية, الثقافية دفاع عن النفس دفاع عن السوم عن التعو دفاع عن les zones d'influence كما نقول aujourd'hui هذا des équilibres هذا منذ سبعينات ونحن نتكلم عليه يعني كي يمام دي اجتماعات على مستوى الأمم المتحدة ودفعنا أن هذا في 1974 الرئيس الراحل هو ريبو منجين رحمه الله وحتى رئيسنا يعني لما جاء السلطة في 1967 كانت عدة لقاءات وعدة نزوات عالمية حول موضوع لرапort نور-سد لرапort ايكوناميك دبار ولرапort aussi لنوال أرض ماندية لنفولماشا لذلك كان في حتى واحد تقرير تعلق سين مكبرى كان الوزير الخارجية تاع ايرلندا سابقا هو اللي ترأس واحد المجموعة على مستوى الونسكو اللي باش فكر كيف هالدزيكيليبن شو مرورة إلى أن أبداً أكثر من نجد من المشاريع النارية يوجدت الأشياء في أدود الله أكثر من قبل في نجاريا تنجيز 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 أكثر من المعارضة يتحدثون عن المعارضة المعارضة نحن نتحدث في تقوم باتنامي، ولكن هذا لا يمكن أن تصدر بطريقات الدرسية، فحسب السعر، رحمه الله في الشواطئ المتحدة، وقال بطريقها، وقال بكل أعجب التعليمي، وقال، أتفاق بطريق مباشرة في المنزل، وقال، ومجد أن يتحدث في تجربة المنزل، وأن تجربة المنزل، وأن تفاقب بطريقة أكبر المنزل، من كل بلدان من أفغادستان من سوريا من حراك من كله ولكن في نفس الشيء الانيجين يحبوني الانيجيريون يحبوني يعني اثناء الثديناس ما هو المقياس انتقوم اكثر يشفلون كلمة يجب أن تشفلون بعمل ذلك وليس جدولة عشرة في مسائل وليس جدولة فيلم هذا الشيء المتروح الان parce que c'est une responsabilité morale, c'est le devoir moral des gens de savoir comment agir comment intervenir c'est بالمتال les massacres des massacres des bombes tu es beaucoup, beaucoup d'innocents est-ce que ça a soulevé la même émotion partout dans le monde très peu 30 oct 1997 le massacres de Paterha pardon de Paterha c'était avant mais le massacre de Remka à côté de Wadriou qui a provoqué selon les durs les voisins l'aspect il a donné chiffre devant la télévision il a parlé de 1000 morts bien qu'à l'époque le bilan qui avait été donné était beaucoup moins 300 ou 400 est-ce que c'est ce n'est pas en termes de comptabilité ce n'est pas en termes de comptabilité qu'il faut analyser les choses ou juger les choses c'est ce n'est-ce pas la même توقف ضد المسؤولين على هذه المأساة أو المأسات ما هي في نظركم بدائل متاحة الآن هناك اختلاق في موازين القوى معلوم أنه الآن من يمتلك قوة المال القوة الموارد التقنية والتكنولوجية هو الذي يفرض المعلومة وهو الذي يفرض اليوم قنبلة إعلامية باتجاه الآخر الآن هناك أمر واقع تفرضه هذا الاختلال في موازين القوى ما هي البدائل المتاحة على الأقل لكسب هامش من الحركة بالنسبة لدول نامية مثل الجزائر أو غيرها شوف أخي العبل ملتلاترال متعددة الجوان متعددة الأطراف خاصة في إذا كان شوف حالة العالم العربي اليوم أو حالة الأفريقية اليوم أو حتى في العالم الثالث اللي كنا نسموه لتيرماند جزيلا لكم هل هناك أخي عملية؟ لا هل هناك أخي؟ هل هناك أخي؟ هل هناك أخي؟ هل هناك أخي؟ هل هناك أخيار داخل المتاحة؟ C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense Algériens et entre nous Algériens. Parce que là, il m'a fait un farc, il m'a fait chez le pouvoir, l'opposition, il faut qu'on réfléchisse. On a un besoin de consensus national autour des grandes questions. Et l'Elem est une grande question. Parce qu'on doit interagir pour le bien commun. Je ne dis pas qu'il faut dire que tout va bien Mme Lamarck. Je ne suis pas dans ce registre-là. Je dis simplement qu'il y a des défis qui nous interpellent. Où il faut que nous, comme jazairiens, comme ouatariens, il faut que nous voulons voir comment c'est la vie de l'ample, pour affronter ces télésies posées par les terroristes ou par le terrorisme, soit le terrorisme à l'échelon régional. Parce qu'il faut que nous devons être oubliés. mais j'a causé la vie de l'ampleur, acerca de l'andreau de la ville de l'ampleur. نتكلم عن الحدود الشرقية تعال بلد كثير تحدي في الحدود الغربية تعال بلد وشاهدت واش صراع في الأيام الآخرة التهديدات والشتم ضد الجزائر خطاب مالك المغرب محمد السادس والسفير المغربي في الأمم المتحدة حذري 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 وليس من اللي إبري خارج فالجل حتى من داخل نعم سيد ناصر مهل سيد ناصر مهل سهلت عليها أنا كنت رح نسألك حول كثير من الأخطار تهدد للجزائر وهذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد أخطار الكلاسيكية الاقتصادية والسياسية ثم خطر خطر التهديدات بالتقسيم التي تمارس ضد الوحدة الوطنية وكانت صريحات السفير المغرب في الممتحدة تذهب إلى ذلك أنا كنت رح نسألك عن طيب هالتهديدات رح موجودة هل الجزائر محصنة هل الجزائر فاكسيني إعلاميا ضد هذه التهديدات على بني بالي سؤال هذا يهمك كثير سيد ناصر مهل تجيبوني عليه بعض الفاصل مشاهدون الأعزاء فاصل ونعود فلا تذهبوا بعيدا مشاهدون الأعزاء لا زلتم في نقطة ضوء ولا زال معكم ضيفنا اليوم سيد ناصر مهل وزير الاتصال السابق سيد ناصر مهل قبل الفاصل كنت سألتك كنت لك طيب التهديدات الخارجية نعرفوها ومعروفة وموجودة فعلا لكن ما الذي فعلناه من أجل مواجهة هذه التهديدات إعلاميا طبعا أنا نظن ما نباليش يعني ما نش عارف إذا كان فيه إشراءات أو لا ولكن الشيء اللي نعرفه من كل الجزائريين لما واحد يبغي مس بلاده الجزائريين يعني عندهم رد فعل ورد فعل قوي عنيف الحمد لله قوي 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 يعني ننتهمش بناتنا ندبج بناتنا كما نقوله في العامة ولكن إذا كان مصلحة البلاد وكانت البلاد مهددة الجزائري يشترانسفورم من عاشية إلى ذوحها يدفع أن نتبرسوناج والحمد لله على هذا الشيء إذا كان كيف هنديرو باش نواجه هذه التهديدات بالطبع الإعلام له دور ودور ودور هام ماتنون يفو فار الميطور يفو كما c'est une approche c'est des réactions c'est une organisation aussi يفو pas يفو pas l'oublier c'est conviction parce que أنا ما ندرج باللواحد صحفي في الخبر التيفي أو في الخبر الجريدة أو في ما نتكرش يعني pour ne pas parler de la concurrence على كل ولا في أجهزة مسموح لك لا 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 في أجهزة أخرى فاكي دمشي لا أعطره 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 لذيخ what is damage يفوح يفوح historical كلما a نصم دي جانك من واجبنا أوسي بس نكونوا بتفتح للعالم ها بتفتح للعالم ولكن ندافع على المصالح الوطنية نتعي قبل كل شيء سيد لوزي أريد تعتبرون أن تسييس الإعلام وتحزيب الإعلام يقتل الإعلام في حد ذلك صح صح أنا معك ألغطي نهائق ببعث يتالي أثنان ببعث يتالي أثنان يتالي أثنان بخزيظور magnان قد تعتبرون أعيام ألغطي نهائق أشعران يساعد إن شبارنا يعتبرون أن تسيارة 3 دعونا في حد في النوم الصعب على المترجمات وفي المترجمات يوجد أيضاك محبوبة لأنه المحبوبة والمحبوبة ومحبوبة للجورنائس ومحبوبة لا يمكنك محبوبة أو قبل أو تتعصر محبوبة – Non, il y a les faits, les faits c'est eux qui font, هم هل يخلقون المزدقية على الصحفي, هم هل يخلقون المزدقية على التالوزا أو تالجاريدا أو تاليدا. لذا, moi de toute façon j'en appelle à ce que nous soyons tous responsables autour de ça et qu'on considère calmement, sereinement que la défense du pays et c'est la défense de nos enfants, de nos familles, de nos parents, de la mémoire collective de notre passé, de notre culture, de notre grande histoire parce que l'Algérie, بغاو, 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 بغاو. عندها تاريخ و تاريخ من أعظم تاريخ في العالم. في نفس الاتجاه الناس في السلطة أو الناس في المعارضة إلى خيره أو أصحاب القرار في هذه البلاد يتحدثون دائما عن تهديدات خارجية. ما تشوفش باللي الديوار دين فورمي يعني واجب الإعلام يبدأ أولا بإخبار الرأي العام الجزائري اللي ما هوش قاصر لرباله والحمد لله واللي عنده حد أدنى من الوعي قال التهديد جاي من جماعة الفلانية التهديد جاي من الدولة الفلانية التهديد جاي من المذهب الفلاني احنا دايما هذا ما يخلي الشعب وكأنه كرع يعني دايما تكلم له بالألغاز دايما تكلم له وكأنه هو مراهق وما يعرفش صلاحه قالوا ما أنت يا ما نقدروش نعطولك أكثر من هذا أنا معك في الطرح والأكيد الشيء لواقع المستوى السياسي أو الدبلوماسي أنا ما عنديش علم الشيء اللي نشاهدوه والسؤال مطروح لكل ناس إذا كان فيه الآن ونتكلموا عن الإرهاب من يساهم في زرع هذا الإرهاب من يساهم في ماليا شكون لي مول هذا الإرهاب يعني كنشوفوها وحتى حتى بوتين نتكلم عليها في القمة الآخرة تعله جماعة العشرية للجيبان تكلم قال نو ساوان كي هادي قانتيتة دو بيترول فولي سأسمح لي العبارة ما هذي يعني البيترول يخرجوه هذا وداعش يخرجوه من سوريا ويخرجوه من العراق ورايح في ويبيعوه بيادخس الأثمان ويبيعوه في الأسواق من شكونا يخلص هذا البيترول سؤال مطروح وقال هذا الجيبان اسمح لي السيدة عشر مهل نعم تفضل بعض التقارير تتحدث عن مداخيل بقيمة 70 مليون دولار يوميا تدخل الداعش من جراء تجارة البيترول ومبلغ ليسا بالهيين ولهذا بوتين تكلم قال هنا نقصفه في هذا ولكن ما تقفيش الوقت اللي تكلم بوتين قال اللي داخل مجموعة الجيبان رام قف فيه دول اللي هي تتفاد من هذا تحدث عن 40 دولة دولة وكان يقصد دولة واحدة يعني نعرفها على كلين ما نخلقوش مشكل ديبلوماسي لأخوانينا نعرف اخي ما أقل لك نحن نتعرف دوب دوب بل نحن نسي ديفي تلي بروبلم ما لا يصدر كسو باي يعني دوتر باي يعني خارج المنطقة كلها وهذا معروف من من قاعد الناس مثلا يوصل وقت أظن وين هذا الحقائق لازم تقال إلى الرأي العام الوطني لكن مع الوزير كين نقطة الآن شاهدوا هناك سياسة ابتزاز مثلا حتى في المجال الإعلامي لاحظوا أن عدة قنوات في الفترات الأخيرة حينما لا تساير الركب أو لا تساير التوجه يتم إشعارها بتوقيف الإشارة البت على عبر الساطر هناك عدة أخمار ستناعية أخمارها قناة الميادين قناة الميادين في بيروت هناك توجه في أنه تعاقب مثلا وسائل الإعلامية لأنها تعاكس تخالف النظام العالمي الموجود شوف والله ما نشبط طالع كثير على هذه قضية الميادين هي مثال من الأمثلة كان عشرات الأمثلة من قنوات توقفت ولكن فيه ما ننساش أن فيه أيضا موجودة الآن في الصحة الإعلامية الدولية موجودة بعض القنوات يعني كالتام في الإرهاب وهي بنفسها إرهابية ما يعني كما قال لك la liberté d'expression حاجة مليحة هم؟ سكير la liberté d'expression لأن هذا يصبح يعني ك أنا أبلو مرت أو إنجيستفكاشن دانك تيروريست أنا واحد قاعد قاعد في سوق كما تابيروت فهي تتحط ولا ما سبلاش أنا أنا فكري معي الوزير في غياب إطار أو هيئة هيئة الضبط أو سلطة الضبط دولية يمكن أن تتحكم في مثل هذه القنوات أو الأدوات الإعلامية التي تقدم هذه بلك فكرة سلطة الضبط عالمية لتحكم أنا ججوان حافظ لأنه نعتقد بأن القنوات الفضائية هي قنوات محلية ولكن في الحقيقة ليس تريد ما ومش تانع نعم ومش تانع وبالتالي أنا نحط مئة نهاية من الاستفهام قدام مصطلح قناة محلية يعني يطفي لك وقت ما يحبه بتالي هنا ما ممكن نطرح لك سؤال هل نحن مستقلون إعلاميا سيدنا صعب أخي أخي أحنا باش تكون في الصورة وهذا نقولها يعني قدام قعد الناس قضية الساترية الجزائري مطروحة منذ 1981 ساترية خاص بالبنز التلفزيوني لا خاص بالجزائر ومازال في الحياة حرات بن جده كان مدير التلفزيون أنا ذك ونحييه بالمناسبة حرات بن جده طرح المشكلة كنا في اجتماع رسمي في رئاسة الجمهورية أنا ذك باش نبدأ يعني كنفكروا في في ساتريت جزائري هذي 1981 ما زال لحد الآن عودنا طرحنا المشكل وما زال غير نفكروا فكروا فكروا لأننا من صلاحيات أكثر هذي الآزال منطقة العربية لا 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 مش الآزال هذيك لا تعالي ساتريت تعالى في البلاد سموها آزال والمقار تحها في رزيوف هي اللي تصغل ساتريت الموجودة الآن تعالى 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 لازم عليك ما زال بلك الوقت مع الوزارة هناك إشكال آخر فيما يتعلق طبيعة الملكية أو طبيعة المالك ومبدأ الخدمة العمومية هناك جدل أيضا يثار حول حدود العلاقة بين المالك والخدمة العمومية التي يتعين تقديمها أرجعوا للقانون قانون قلناها في القانون يعلم الأخير 2012 قلناها في القانون 2012 وزاد أكدوا عليها الآخر وازن اللي جبا من بعد في مناقشة القانون الخاص بالسمعي البصري يعني كل شي موجود الناس تعالى بعض في بعض الأحيان ما تقلص القانون ما تعالش القانون هذا موجود الخدمة العمومية مفروضة على كل القنوات ولكن فيما خص الملك المالي أو للأحيان أو للأحيان هذا أو للأحيان تالي سي بريفيو من يراقب اسمح لي ما هي الرقبة 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 على أساس أنه ما هو أي واحد من حقه يقول أي شي في قناة تلفزيونية مثلا هذه الرقبة هذه الرقبة دخل دخل نسب الميتان قالت الخبر انتهى رئيس تحرير مدير التلفزيون مدير الإعلام أنت مش سؤولة على كل حال تعرف إذا كان تشوف إذا الأخ جاوز أمره تترجع يقولون لا يا أخي ما تفهم ناشي هذا ما كان ستا بروبلم مورال شبار بعد رقبة خارج صنصير يعني لا لا بين ضبط la регulation والرقبة صنصير لا 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 لما تسمينها Autority de la Regulation سلطة الضبط بس أولا كلمة سلطة تبقى ونزيد كحاجة في قانون قراء قانون ست نحن 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 كلمة في مخص لرقبة سلطة لرقبة صنصير بشكل 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 يشوف سلطة تشهد باللي فهو تجاوزات و تجاوزات خطيرة نزيد نحن دوغراب ديسفنك ما ولا دوغراب دوغراب دهراب للت comprendre ونظر что ون ذكرت كل رئsy ونت أجد ونحن والتطار من اجود ونحن الله للقواه والعبال لفعل بقي يستعمل على يوازل winning there is the CSA in France. لا أعرفه. الله يقول. كم سادي ديقومون. أمور ديقومون. لأنه لدينا بيجوارات. لدينا بيجوارات. ويجب أن نأنا بالمحن لدينا الهتمام ونحن نحن نزيد بالغامات. لدينا الإرسالية. هذا هو انه اليسر مريفيا. يقول لك الشيطان يسكن في الطفل معلش نستفادوا من الخبرات المهنية سيد الوزير انت كنت عاشت ربع سنوات في عاصمة العالم يعني واشنطن مارست فيها المهنة تعاك هناك حبيت نعرف هل في أمريكا فعل مصادر الخبر مفتوحة خاصة انت كنت صحفي أجنبي يعني جاي من العالم الثالث يعني الفرق بينهم وبيننا أنا دائما نتكلم على وسائل الإعلام الأمريكي ولكن في النهاية المعرفة تعنا بها سؤال في محلو صح واشنطن أنا أنظن بالنسبة لصحفي ذي أكبر أكبر جامعة في العالم لما تتعامل يوميا سواء مع البيت الأبيض أو دي بارتمنتة الشؤون الخارجية نتاحهم أو البنتاجون يعني وحتى كان بزاف ستين جراند اونيفرسيتي بس صح لما نقول هذا شي لازم نفكر في حاجة أخرى ونعطيك في سبيل المثال من قد موجود في واشنطن واحد العسكري أمريكي في قضية البوسنة حرب البلقان نعم حرب البلقان أول اللي وقع الحديث هذا دوك يسي إلي صورتي تسان أبيان النف كنز ونزل في البوسنة وبعضين عندهم من باز نافال ونورد الإتالي فلادرياتيك راحوا بدأوا يحوسوا عليه بس يجبدوا إن هالأول سؤال الأول طرحوه السحفيين وقد في الدبارتمندتا وقد حاضر وسترالها هذا الطفل تاعنا وستراله وقدهو هذا القابتان إذا كان نذكر على اسمه هما قلو نحاول ننصيبوه نحاول ننصيبوه ولكن بعد هذا طلبوا من قاع الصحفيين الموجودين من عودوش نتكلمو على هذا الشيء على parce qu'on met en danger la vie la vie du pilote donc s'il vous plaît silence complet il y a eu silence complet pendant plusieurs jours نفسي وقا من أفلا ثقرو deux Américains ont été arrêtés accusés d'espionage par les autorités irakiennes à la frontière koweïtienne نفسي هضرو le fait بعد silence pour vous dire par c'est par le interne national prime sur toute considération au la vie du pilote la vie de joutage لكن مع الوزير ألا يمكن أن تشوه أو تحور مبدأ المصلحة الوطنية أحيانا نحظنا مثلا حتى النموذج الأمريكي كيف أن مثلا وسائل الإعلام الأمريكية تم تأطيرها أو توجيهها في حرب الخالج الثانية وكيف أن الإعلام الأمريكي لم يكن يحق له في فترة من فترات أن يقدم إلا المعلومة التي كانت تقدم من قيادة الأركان الأمريكية هناك أيضا أحداث أخرى في نفس الإطار في دول غربية أخرى يفرض على الإعلام أن يقدم وجهة نظر أحادية تقريبا لتفسير أحداث ما في هذا الإطار هل هناك حقيقة إعلام أو معلومة مطلقة أو حرية مطلقة في الإعلام بما فيها حتى في المنظومة الغربية يعني نفوميلي سؤال تحقير ذي كان اسمها سيد ناصر المهل يعني ألا يمكن أن يحق لنا من أن نخاف أن تستعمل فكرة المصلحة الوطنية من أجل ممارسة الرقابة على تال وتال تيتر وإلا على تال وتال انفورماسيا يعني خلوني تارين غول حاجة يعلي كي هي حقيقة لا تفضل تفضل سيلي موجود الأن في أمريكا هذا يعني تاريخ تارين c'est une expérience de deux siècles c'est une expérience de deux siècles c'est un système qui diffère totalement d'un autre كي هي حتى في المنظومة المتحدة من المنظومة في المترجمات السيدين أنه يكون لدينا اخرى مع أنه من المساعدة أنه من المنحة لا أسكتب على رأسان من المساعدة من أفتحان الآن لأنه ليس يريدان المكوناعي. لا يمكنني التعفيقي للحفظ. لكن لا يمكنك التعفيقي للحفظ. لن يمكننا تنفيذها ولكننا أنه يمكننا التعفيقي للإجابة توديج الموقع لأنه يمكننا التعفيقي للغاية فاتديا إذا اتيتنا للفعل الإيمان التي يمكننا فيها في هذا الموضوع المصطلح يعني عنده أهمية الانترى دولالجيري اندور دولالجيري عليك كما قال لك الأخر العب على روحك ولكن المصلحة الوطنية الجزائر وما أدرك من الجزائر السؤال الأخير سيد نصر مهل وتجاوبني عليه في 30 ثانية يعني في نفس الاتجاه مرة على مرة الإعلام الجزائري يعيش نقاش بين الناس داروا الثورة بين مؤرخين للأخير وهذا النقاش عادة ما يمس ببعض رموز الثورة سواء كانت أشخاص أو رموز أخرى معنوية يعني ما تشوفش بأنه الإعلام يفترض أنه ما يغذيش هذا النوع من أنا معاك 100 بالمئة ولا 200 بالمئة ألا بغيت ولكن لأنه رننا لوث في سمعة الثورة الجزائرية وعظمتها الثورة الجزائرية قالها أدونيس من شيء ناصر مهل بس نقدر نقول أعدو بلها ما قلت أنا نقدر نقولها أنا ولكن أدونيس شاعر سوري كبير أوكي معروف قال باللي فيه فيه ثورة واحدة في العالم العربية العالم العربي هي هي الثورة الجزائرية هذه العدمة معروف بها من كل آخرين وما نستعفوش بها احنا الشيء اللي شراف في وقت الثورة خليه للتاريخ وعدمة الرجال بما فيها عبا رمضان حتى وحد ما ينقص له من العدم التاعه من الخصائل التاعه شيء اليوم إلا بغي تدير حوار حول التاريخ تديره مع الناس اللي مازالوا موجودين الناس اللي ماتوا الله يرحمهم ورحمة الله ويبقاوا لنا ولدنا ولد ولدنا يبقاوا رمض وهذاك الرمض هذاك هو اللي يعني كالسمس على الجزائر ولا أحد بإمكانه أن يطفئ أن يطفئ الشمس سيد نصر مهل اسمح لي بأن أختمها بجملة قالها ضيفنا اليوم في سياق حديثه قال عجبتني هذه الجملة كثيرا وأخترت أن أختم بها هذا العدد الجزائر قبل كل شيء يجب أن يكون شعارنا الدائم سيد نصر مهل نشكركم على تنفيذ لا شك على وجب ونشكركم على تنويرنا وتنوير الرأي العام شكرا في هذا المجال لا الحوار هو لك النور نركم لا أحسن الله يخليك له أحساس جدا كما أشكر زميلي حافظ صوالي لرئيس قسم اقتصاد اليوم يتخبر الذي ساعدني باقتدار في إدارة هذا الحوار أما أنتم مشاهدنا الأعزاء فنشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة نضرب لكم موعدا مع عدد جديد وظيف آخر الأسبوع القادم انتظرونا اشتركوا في القناة